بداية عقد صباح اليوم الناخب الجزائري جمال بالماضي ندوة صحفية بقطر حيث كشف أن اختيار قطر كما كان لإجراء التربص راجع إلى العلاقة طيبة التي تربط الاتحادية الجزائرية لكورة القدم بناظرتها القطرية كما كشف بالماضي أنه وأشباله سيحطون رحالة في الكاميرون بنية الابقاء على اللقابي القاري وإسعاد الشعب الجزائري بل ماضي لم يفوت الفرصة للحديث عن المستجدات الأخيرة للمتخب خاصة الإصابات بكوفيد 19 الأخيرة لعدد معتبر من اللاعبين كما أكد على إمكانية إلغاء المباراة الويدية الأولى ضد غامبيا بسبب الغيابات والغيابات العديدة أقول وتفشي الفيروس